اشتركوا في القناة ومفيد معتمدين في ذلك أولا على عون الله وتوفيقه ثم على إخلاص وجدية القائمين على هذا العمل وذلك من باب الأخذ بالأسباب وامتثالا لأمر الخالق جل في علا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنا ابنى وإليك المصير صدق الله العظيم هذا المشاهدين اسمحوا لي في البداية نرحب بضيفي اللي منوارني النهاردة ومشرفني الدكتور أحمد البهنساوي الكاتب والمفكر والأديب أهلا بك دكتور أهلا بحضرتك أستاذ محمد وبالسادة المشاهدين الكرام منوارنا دكتور محمد مشرف نعتذر عن عدم الظهور في الأسبوع الماضي لأسباب خارجة عن إرادة البرنامج والقناة دكتور أحمد اسمح لي أبدأ مع حضرتك بسؤال وكل كاتب يجيب عن هذا السؤال من زاوية خاصة وهو ماذا تمثل الكتابة بالنسبة للدكتور أحمد البهنساوي يعني الكتابة عندما تزدحم النفس البشرية بالمشاعر والأحسيس والأفكار والصور لابد أن يكون هناك نافذة للتعبير الكتابة هي نافذة البوح والإفصاح يعني والكاتب إذا رزقه الله القبول فإنه يستطيع أن يترك هداية ذكارية للقارئ هذه الهداية الذكارية قد تكون شمعة أو فكرة تضيء الطريق قد تكون ظهرة بنفسك تجمل وجه الحياة قد تكون طبطبة سحرية على موضع وجع فيها النفس يعني قد تكون منديل يمسح دمع الكتابة وأستاذ محمد يعني أن أحاول معك اختراق أسوار المستحيل عندما لا أستطيع ذلك على أرض الواقع الكتابة يعني أن أخلع ملابسي التنكرية أنا وأنت ونخلع الأقنعة الزائفة ننزعها تماما كي نرى الحقيقة بلا مساحيق تدليل وبلا مساحيق تجميل يعني اسمح لي يعني أنا أروع ما أقيل في الكتابة أرنست همونوي الكاتب الأمريكي الأشهر يعني وصف الكتابة وصف يعني ساحر يقول عن الكتابة يعني إنها حياة وحده الموت يوقفها يعني دي حالة بقى من حالات العشق والهيام كأنه يقول لمحبوبته يعني إن حبك لن يموت وأبدا لا يموت في قلبي إلا مع خروج النفس الأخير من الروح هذه هي الكتابة نعم دكتور في عالم الكتابة سمعنا عن طقوس بعضها طريف والبعض الآخر غريب يمارثها الكثير من الكتاب فهلا دايك يا طقوس معينة في الكتابة وهاخد إجابة السؤال ده بعد ما نخرج فاصل عزيز المشاهدين بعد الفاصل ابقوا معنا ويرجعنا لكم من الفاصل عزيز المشاهدين ولسه مستمرين فحدثنا مع الدكتور أحمد البهنسوي دكتور كنت بأس الحراكة قبل الفاصل إن في الكثير من الكتاب بنشوف طقوس بعضها طريف والبعض الآخر غريب دكتور أحمد البهنسوي هل لديك طقوس معينة في الكتابة؟ يعني هو طبعا طقوس الكتابة فعلا طقوس بعضها عجيب يعني نجيب محفوظ كان يسير مسافات طويلة قبل أن يكتب أحلام استغنمي الرائعة الجزائرية يعني كوب نسكافيه وقطعة شوكولاتة وحجرة النوم وتكتب نظر قباني يعني كان يلبس أبها الملابس وكان يعني لا يرش برفم عادي كان يغتسل بالعطر ويستحضر أوراق ملونة ويستلق على الأرض ويكتب دكتور مصطفى محمود يعني كان يضع لوحا خشبيا ويجلس على السرير ويكتب يعني فهي طقوس عجيبة للكتابة بعضها غريب وبعضها طريف يعني في الأدب العالمي حتى يعني المكسيكي جابليل جارسيا مركز كان لا يكتب إلا بعد منتصف الليل فمع بزوغ أول خيوط للنور يتوقف عن الكتابة نعم في الأدب الفرنسي مثلا لو شفنا يعني التجسيم الحي لكلمة أن القهوة خبز المبدعين تراها مع الفلسوف الفرنسي فولتير ومع الكاتب المسرحي بالزاك وهو يعني يحتسي في اليوم الواحد سلسلسل فين جنة القهوة طيب حسين بنا نتكلم عن طقوس الدكتور أحمد ألبه نساوي في الكتاب والله يعني أنا أتوافق تماما مع شارلز بوكوفيسكي دع الأدرينالين يتدفق ثم اتبعه حيث اندفع بمعنى أنه لا طقوس للكتابة لماذا لا طقوس للكتابة؟ لأنها يعني حالة ولادة وحالة مخاض بلا توقيت يعني أنت دون سابق انذار انفعال بركاني يفور داخل النفس والقلب والأحشاء في لحظة لا يمكن فيها السكوت عن الكتابة يعني هي مسألة استنشاق إجباري للهواء الطلق ولا تسأل يا أستاذ محمد الرئاتين عن طقوس الشهيق والزفير طيب دكتور أحمد منوجة نظر حضرتك هل الزمن القادم ده هو زمن الرواية كما يقولون؟ يعني الواقع العملي يقول أن الزمن القادم أن الزمن الحالي هو زمن الرواية يعني أنا شخصيا بنظرتي المتواضعة أذهب إلى أقصى وأبعد درجة من التناقض وأرى أن هذا الزمن يعني بإقاعه السريع باللهاس خلف الوقت لن يكون زمن الرواية أيضا المصمار الذي يعتبر مصمار في نعش الرواية هو ظهور يعني صبية من كتاب الرواية وتفرخ كل يوم لغى المطابع روايات الأشباح والرعب والعفريت وهو تسطيح للثقافة ما بعده تسطيح فأعتقد أنه أبدا لن يكون الزمن القادم زمن الرواية وماذا عن القصة القصيرة من وجهة نظر أيضا الدكتور أحمد البهنساوي القصة القصيرة أراها أيقونة الإبداع الأدبي ولكن بشرط أن تكون في سوب لفظي رشيق وأن تحمل فكرة رائعة والكاتب يعني يلقي في بحيرة الفكر الراكد حجرا بحيث أنه ينتقل بالنفس البشرية إلى الأمثل وإلى الأعلى ويجعل وجه الحياة أجمل وأحلى يعني هذه هي القصة القصيرة طيب دكتور لماذا نقرأ العديد من القصص القصيرة ولا نجد فيها كل هذا الزخم لحركة تحدثت عنه هل من وقت نضح الحركة اللوم يقع على الكاتب أم على المتلقي الإجابة غريبة يعني اللوم هنا لا يقع على الكاتب ولا يقع على القارئ ولكن اللوم يقع على الناقد يعني إزاي بعض النقاد يقيسون الأدب بالمصطرة والبرجل ويمذهبون الأدب ويصبونه في قوالب تمثالية جامدة ويستدرج الكاتب بقى لمباراة من التشدق بالألفاظ ومراث سريع من العبارات الغامضة المكسفة يجهد عقل القارئ ولا محصلة فالقارئ يشعر وكأنه يعني أمضى يومه يبتلعي الهواء دون أن يشبع لكن برضو أزمة الكاتب الجيد ما زالت موجودة بدليل أن الناس حتى اليوم ما زالوا يقرؤون لجيدي مبسان ما زالوا يقرؤون تشكوف ما زالوا يقرؤون يوسف إدريس ما زالت قصص مصطفى محمود شلوط الأنس وعنبر السبعة وأكل عيش تسجل أعلى مبيعات في مرض الكتاب نعم طيب دكتور اسمح لي أتوقف مع حضرتك عند آخر إصداراتك وهو صلوات في محراب الفكر واسمح لي أقرأ هذه الفقرة من على غلاف الكتاب والتي تقول إلى عاشقي تلك الخيول الذهبية المجنحة المتواهجة التي نسميها الأفكار وإلى هؤلاء الفرسان النبلاء الذين نسميهم المفكرين حامل الشموع وصانع العبير في كل زمان ومكان وإلى كل الذين يسعون مخلصين من أجل فك تلاصم الحروف الخجلة لهذا السؤال الرابد فوق صدورنا لماذا تقدم الآخرون ولماذا تأخرنا نحن هل تقصد بأن الفكر هو الأساس الذي يحكم ويتحكم في تقدم الشعوب أو تخلفها؟ بدون أدنى شك يعني المبتكرات والمكتشفات والمخترعات هي نتاج الفكر تقدم الشعوب هي السمرة والابن الشرعي الرشيد للفكر الإبداع فكر الاقتصاد فكر الحضارة فكر العمارة فكر الانتصار فكر يعني أنا أذهب إلى أبعد من ذلك مع شوبان هاور فلسوف ألمانيا وهو يقول أن الإرادة هي الفكر ويعني أنت لو دخلت حتى معمل الفيزياء ستسمع إلى صوت أربيرت أمشتاين وهو يقول أنفس ما في العالم الفكرة اللامعة يعني حتى دروس التاريخ عندما نقرأها نجد أن الإمبراطوريات والممالك التي قامت على فكر القوة سقطت والتي قامت على قوة الفكر عاشت طويلا لأن هناك فرق كبير جدا جدا بين فكر القوة وقوة الفكر يعني طبعا المعارك القادمة كلها أستاذ محمد هي معارك وعي ومعارك فكر والانتصار في هذه المعارك هو انتصار العقيدة والدين والوطن والأرض وطبعا ديت يعني مهمة أهل العلم وأهل الفكر وأهل الدين كلام حركة دكتور بيذكرني بدعود عملاق الفكر العربي عباس العقاد والتي ترجمها في كتاب كامل بعنوان التفكير فريضة إسلامية نعم طيب عزيزي نتكلم الوقت يا دكتور عن الكتاب الأكبر التفكير فريضة إسلامية يعني أنا عايزة توقف عن هذا الكلام كلام أستاذنا عباس العقاد لأنه طبعا كلام غايف الأهمية هو يعني ده يعني امتسال حتى للأمر الإلهي يعني قلوا انظروا ماذا في السماوات والأرض انظروا ماذا في السماوات يعني هي دعوة إلى علوم الفلك والكونيات والفضائيات والأرض دعوة إلى علوم الجيولوجيا وعلوم طبقات الأرض فلينظر الإنسان مما خلق يعني أنت عندك دعوة بقى لعلوم التناسليات والأمبريولوجي علوم الأجنة وتطور الجنين انظروا إلى ثماره إذا أثمر وينعه أيه الدعوة دي دعوة عظيمة إلى علم البساتين والفاكهة يعني والسمار قول مولانا سبحانه وتعالى يعني أتذكر قوله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت دعوة بقى شاملة للتشريح والبيولوجي وعلوم الحيوان وعلوم الأنسجة والهستولوجي فلينظر الإنسان إلى طعمه هنا بقى دعوة للغذاء وصناعة الغذائية يعني أنت تجد في كليات الزراع النهاردة قسم أقسام كاملة لصناعة الغذائية تجد في المعاهد الفنية الصحية أقسام المراقبة على الأغذية تجد في كليات السيدالة في الدراسات العليا أقسام التغذية العلاجية يعني فهي دعوة يعني وهو استعمركم وهو أنشعكم من الأرض واستعمركم فيها واستعمركم فيها معلش أنا عزة أوضح الفكرة لأن الموضوع ده امتسال لأمر رباني مهم جدا الموضوع مش الفكر ده حاجة رفاهية الفكر أمر رباني وأمر مهم جدا يعني قول ربنا استعمركم فيها هي دعوة يعني لك أن تفهمها بالوجه المعنوي إلى علوم الهندسة والعمارة أو تفهمها بالوجه المادي البحث التعمير والمجتمعات أو تفهمها على كلها الوجهين أنا عندي يعني كمان الدعوة الشاملة إلى الفكر تماما قول مولانا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق كلامك دكتور بردو بيأخذني إلى قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آيتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صدق الله العظيم يا الله يعني هذه الآية تستحق أن تقف أمامها يعني أعمارا إلى جوار أعمارنا يعني في الأفاق الحديث هنا عن كتاب الأكبر كتاب الكون وفي أنفسهم يعني حديث دعوة للتأمل في الكتاب الأصغر كتاب النفس وأنت لو أزنت لي أنا هتوقف عند كتاب الأكبر كتاب الكون يعني لمحة صغيرة جدا يعني الأرض التي نعيش عليها نعم والشمس التي تظلنا تنتمي إلى طبعا مجرة التي هي مجرد الضرب بالتبانة كويس؟ نعم الشمس حجمها مليون وثلتمائة ألف مرة حجم الأرض حرارة الشمس من الخارج ستة ألاف درجة مقوية ومن الداخل عشرين مليون درجة مقوية ده كلام كويس هذه الشمس مجرد نجم في مجرة من 200 مليون نجم هذا النجم اللي هو الشمس يعتبر نجم متوسط إذا قورن أو حتى حجمه صغير إذا قورن بنجم ميرة 64 مليون مرة حجم الشمس يعني طبعا هذه المجموعة الشمسية تدور حول المجرة مجرة ضرب التبانة بسرعة هائلة 250 ألف كيلو متر في الثانية علشان المجموعة الشمسية تقطع المسافة كاملة حول المجرة تاخد 225 مليون سنة تعال بقى شوف المجرة دي فيها كام نجم زي الشمس فيها 200 مليون نجم طب فيه كام مجرة في الكون بقى زي المجرة بتاعتنا 100 مليون مليون مجرة يعني إذا كان الرقم صعب الاستيعاب فمن السهل جدا يعني أن تستوعب أن هذا صنع الذي يقول الشيئ كن فيكم دكتور أحمد تحدثنا عن الكتاب الأكبر وهو الكون هل نتكلم شوي عن الكتاب الأصغر أيضا وهو الإنسان يعني المعجزة على الإنسان المعجزة هذا الإنسان يعني لو أخذناك كل كده 64 بليون بليون خلية حية 64 مقدم منها 25 صفر كل خلية حية بداخلها عقل مفكر ديوكسين يوكليك أسد داخل الخلية الحية حمد نوع دي إن إيه هذا الحمد الجزيء الواحد منه بيحمل 100 ألف صفة ورسية ده كمبيوتر يعني عملاق وأنا عايز يعني لو أزنتي لي بقى طالما دخلت في هذا الاتجاه الطبي يعني نشوف تعامل هذا الكمبيوتر العملاق مع ثلاثة أشياء مع الهواء اللي بنتنفسه مع الماء اللي بنشربه مع الطعام مع الهواء يعني الإنسان بيحتاج إلى 10 تلاف لتر هواء يوميا وهالهواء بيقاس بالحجم العشرة تلاف لتر هواء دول وزنهم 9 كيلو عشان يدخلوا الجسم البشري بيحتاجوا إلى 25 عملية تنفسية شهيق وزيفير في الدقيقة أي ما يوازي 26 ألف عملية تنفسية في اليوم حد بيشعر في هذا الكلام؟ طيب أنا عشان يعني أخذ هذا الهواء جوه جسم الإنسان وأتنفسه وأخذ منه الأكسجين وأطلع منه المواد السمة ده بيتم إزاي؟ أنا عندي في الرئتين يعني أنا إعجاز طبعا 700 مليون حويصالة هوائية الرئة اللي وزنها يدوب 600 جرام فها 700 مليون حويصالة هوائية لو اتفردت الحويصالت دي تعمل من 90 إلى 100 متر مربع ده الهواء يعني حاجة بسطة جدا الماء اللي الإنسان بيشربه الإنسان بيحتاج في متوسط عمره 60 سنة مثلا ما يوازي 150 ألف لتر ماء طب هيتخلص بقى من السموم ومن الحاجات دي هتزاي؟ عن طريق الكلية الكليتين كل كلية يعني ده إعجاز طبعا يعني فيها مليون تيوب أنبوبة صغيرة كل أنبوبة كأنها مصنع مستقل ومنفصل تماما يقوم بعملية التكرير والتقطير والترشيح اللي عايز أقوله بقى هنا الغرابة هنا إيه؟ هذه الأنابيب لو فردت تعمل لي 60 ألف متر 60 ألف متر فين؟ في كاليا طولها 11 سنطي ونص عرضها 6 سنطي سنكوها 3 سنطي ونص وزنها 150 جرام هذا إعجاز ما بعده إعجاز سبحان الله يعني الطعام بقى هذا الإعجاز يعني عند الإنسان العادي نتكلم عن الطعام يبقى الهواء والماء والطعام الطعام الإنساني بيحتاج يعني تقريبا لخمسين طن طعام فيها إثناء حياته يعني الطحونة العظمة وهضم الطعام المعدة 37 مليون غضة هاضمة في المعدة عقل مفكر في المعدة إزاي مفكر؟ أنا لو شربت شوية مية المعدة خلال دقائق بتبعث هذا الماء إلى الأمعاء الدقيقة مش عايز هاضمة لكن مع الأكل يتبقى مدة معينة حتى يهضم الأكل بعد ما يتخدم في المعدة الأمعاء الدقيقة 7 متر طبعا يعني الإعجاز اللي عايز أقوله إنها فيها خلايا الخلايا دي بتاعة المعدة بتاعة الأمعاء كلها فيها خملات وزوائد تسمعها مية كروفولاي كل خلية فيها 3000 مية كروفولاي بتخلي حجم الامتصاص 600 مرة بعد كده عند الأمعاء الغليظة مية وخمسين سنتي الإعجاز اللي عايز أقوله بقى إن هذا الخلق العظيم يستطيع الإنسان أن يعيش يعني بجزء من الكلية يستطيع أن يعيش بربع المعدة يستطيع أن يعيش بنصف الأمعاء الدقيقة يستطيع أن يعيش ب15 سنتي من 150 سنتي من الأمعاء الغليظة يعني عشر الأمعاء الغليظة ده يعني قدرة إلهية ويعني احتياطي إلهي عظيم يعني كل هذا الإعجاز لدى الإنسان العادي فما بالنا بالأشخاص الذين يمتلكون قوة خارقة يعني يعني حتى الإنسان العادي جواء أشياء خارقة للعالم هو أنت يعني الدم وانطلاقه من القدم إلى المخ ما ده صعود ضد قانون الجاذبية الأرضية التوازن في الإنسان يتمع عن طريق إيه؟ يعني نقط زيتية دقيقة جدا داخل أذن الوسطى وكأن الإنسان يمشي متزنا على أذنيه وليس على قدميه ده عكس كل قوانين القصور الزاتي والحركة لنيوتن وقوانين الروافع في الفيزياء يعني القوة الخارقة بقى أنا عايزة يعني موضوع ده يعني فعلا كواسي أنك أنت يعني مضاعة الهمة جدا القوة الخارقة ليست أبدا نعمة في معظم الأحوال لأنه ممكن تحول حياة الإنسان إلى جحيم أنا شايف أن المعجزة هو الخروق في الاعتدال تخيل تخيل لو الإنسان يعني حسة السمع عنده زادت حنا بنسمع الأصوات اللي ترددها من 16 ألف لعشرين ألف هيرتز في السنة نعم لو الحسة دي تزادت عن كده تنقلب الحياة يا جحيم أنا هسمع دقات القلب كأنها طبول هأسمع احتكاك الهواء بجسمي كأنه رعت هأسمع صوت المطر كأنه يعني قنابل زرية عندي حسة زي حسة البصر طب لو زادت هشوف الأشياء الدقات دي مأساة ده كوباية المية لو أنا هتفحها عشان أشرب المية هشوف ملايين الجراسيم والمكروبات ممكن أخطر من كده أن هشوف الأشعة الحمراء والأشعة الضوئية من جسم الإنسان يعني ممكن الإنسان ينظر إلى زوجته ويخلنها يعني جزء من اللهيب حسة الشم لو زادت حسة الشم عن هذا القدر المعتدل الإنسان هيشم رائحة أصدقائه وأعدهم على بعد عشرات الكيلومترات ممكن يشم ينفر من رائحة هو شخصيا نعم فسبحان الله إن كل شيء انخلقناه بقدر بقدر عظيم دكتور استقافني جدا أحد عنوين الكتاب وهو بعنوان المجد للأفكار لا للأشخاص يعني أنا دائما أدعو خذ الفكرة أيا كانت ولا تقف عند الشخص عندما نتحدث عن المفكرين لا يعنينا أبدا تواريخ ميلادهم ولا شهادات وفهياتهم لا يعنينا أن نفتش في دلاب ملابسهم لا يعنينا أن نجلس على موارد طعمهم كل المطلوب الفكرة الفكرة فقط لا غير أنا لا يعنيني أبدا يعني هل من المنطق أن أتجاهل فلسفة نتشا لأن الرجل أودع مصحة أمراض عقلية؟ هل من المنطق أن أتغاضى عن عبقرية همريكا فينديتش مكتشف الهيدروجين لأن الرجل يعني كان انطوائي السلوك وأشعص أغبر المظهر يعني ما أدعي أن أفتش في أوراق ديستوفيسكي المتعلقة بحياته الخاصة فيما يتعلق بقى بإدمانه للقمار وأنا يهمني إبداعاته ولذلك أنا أعجب من بعض السطور التي تلاحق أبو الأسود الدؤلي أنه كان يعني حريصا وبخيلا أنا كلنا مدينين لهذا السيد التابعي الفقيه الجليل الذي يعني شكل أحرف المصحف وأسس علم النحو ووضع النقاط على الحروب أنت عندك في الإعلام جوزف جبلر يعني صاحب ريادة في المنظور الإعلامي الحديث ومؤسس الحرب النفسية ضد الخصوم في الإعلام وصاحب فكرة تشكيل وجدان الشعوب هل أنا أتغاضى عن فكر جوزف جبلر لأنه كان وزير في نظام هتلر ده اليهود أخذوا عنه هذا النظام وطوروه وركبوا فوق أكتاف الشعوب لا يمكن أن أتغاضى عن شعر الحطيئة لأنه كان قصيرا قميئا لا يعرف له أب أنا يكفيني أنه رائد الشعر القصصي في الأدب العربي فإحنا في حاجة إلى أن نأخذ من كل نار نورها ومن كل ظهر رحيقها ونأخذ من كل زيتون زيتها ليس من المنطق أبدا أن ننقر خيط الحرير لأن دود أخرجته ليس من المنطق أبدا أن نتنقر للعسل لأن حشرة يعني أخرجته ليس من المنطق أن نتخلى عن أفضل صمامات القلب لأنها أخذت من بن كرياس خنزير نحن في حاجة إلى هذه الدولار النفيسة الأفكار التي لا تصدق ولا تعطب وليس لها تاريخ صلاحية دكتور أحمد خليني أختم مع حضرتك بالحديث عن كتاب العظماء والحب كيف يكون عظيما كويس كده هذا الكتاب مقسم إلى أربع أقسام القسم الأول يتحدث عن مفهوم الحب وعندما أذكر هذا المفهوم أرجو أن لا يصرح خيالك بعيدا أنا لا أتحدث عن الحب المألوف في ألغاني وفي الأفلام والحب المبتزل الذي يباع على الألصفة وعلى الطرقات وأصبح سطاراً للعباسية والرقص في ألوحال إنما أتحدث عن الحب في نقائه الأول في صفائه الفطري الحب الذي لا يغني حب آخر عنه غيره من حيث هو تمازج روحي ويعني انقلاب انفعالي داخل النفس القسم الثاني من الكتاب تحدثت فيه عن العظماء كيف أحبه تناولت فيه يعني رحلة المأساة والمعاناة للشاعر العاشق ابن زيدون وحبه للأميرة واللادة بنت المستكفى واللوعة والأسى التي قاسها هذا الرجل حتى مات بعد الثمانين من عمره وهو عاشق يعني عذري تحدثت فيه عن يعني إذا كان أستاذنا العقاد أحب مي زيادة أم لا وعلى الجانب الآخر مي زيادة يعني متعلقة كل التعلق بالأستاذ جبران خليل جبران وجبران خليل جبران يعشق ميري هكسل يعني تناقضات تحدثت كيف يكون يعني العظماء غاية في الضعف أمام المحبوب يعني احنا شفنا هنري السامن رجل إنجلترا القوي جدا وهيكتب رسائله ويختمها بكلمة خادمك المطيع لمحموبته شفنا نابليون يعني بونابرت يعني هازم أوروبا كلها وهو يقول يعني لجوزفين أي قوة سحرية في روحك تجعلني مرتبك أشد الالتباك عندما يذكر اسمك ده بالنسبة للجزء الثاني الجزء الثالث يعني تناولت الحب بالشكل الطبي وكيف يؤثر في الهرمونات تمام وهكذا يعني الجزء الرابع في كتاب الحب عند الحيوان وكيف هو عالم سحري ساحر من الألوان ومن البهجة ومن الرقص يعني لو حدستك عن التماسيح يعني كيف أن التمساح عندما يشعر بونساه يفرز مادة تشبه المسك كأنها رسالة غزة الغرامية أنا عندي مثلا الحوت الأحدب اللي هو يعني هامباك هويلز الذي فيه الماء يصدر أغاني بالساعات لمعشوقاته كأنه درس شيكسيبير وهو يقول الغناء يعني غزاء الحب ولا يتوقف عن الغناء أنا عندي مثلا يعني في عالم الحشرات سلكموس أو بسموها أسدتنا في قولة العلوم بالاسم العلمي بقى يعني منبكس موراي اللي هي فراشة من الفراشات بتصدر رائحة عطرية من غدة أسفل البطن اسمها سكينت جلانت هذه المادة العطرية يشمها كل ذكور هذا النوع من الفراش لكنها تقصد ذكر معين بذاته تصل هذه المادة بشكل معين حتى على بعد 11 كيلو ويسير هذه المسافات حتى يصل إلى أنساه يعني عندي ألوان مبهجة أخرى مثلا لو قلنا يعني بعض أنواع الأسماك زي الصن فش عندما يشعر بمحبوبته يتغير لون الجسم إلى ألوان زي هي مبهجة وألوان برتقالية منقطة عالم من البهجة وأنا أغرب كيف يكون كل هذا السمو في عالم الحيوان ونحن في عالم الإنسان اللي هو أرقى المخلوقات نسمع يعني للأسف الشديد عن تحرش رجل بطفلة يعني ده كلام موجع أنا في الختام بشكر حلوك شكرا جزيلا الدكتور أحمد البهنسة والمفكر والكاتب والأديب نوارتين وشرفتين النهاردة وإن شاء الله يكون لنا لقات أخرى في الأيام المقبلة أعزائي المشاهدين هنفخر الفاصل وبعد الفاصل هنستقبل الجراح الكبير الدكتور أيمن هزاع أخصاء الجراحة العامة وجراحة المناظير بعد الفاصل ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة